نحن نحاول نخفف من أثار الأزمة التي نتحدث عنها بقى لها ثلاث سنين ده مدة ليس بسيطة في عمر دولة أن تفضل تقاوم أزمة كبيرة جداً ليس على مستوى مصر على مستوى العالم كله وليها تأثير على دول يعني اقتصادها أقوى مننا وليهم يعني يعني ليهم دول غنية يعني فإحنا بالرغم من كده بنقول الحد الأدنى تبع الحاجة موجودة موجودة أنا عايزة أقول لكم وبرضو كنت أكلم أخواننا المزارعين في الموضوع دول قلت لهم قلت لنا اعملوا أسعار استرشادية مشجعة صح يا دكتور حاضر عملنا أسعار استرشادية مشجعة طيب لما عملنا الأسعار ديت أنا مش جاي أقول يعني ألوم حد لكن أنا بتكلم مع نفسي مع أهلي إحنا كل أهم ليه أنتوا أهلي أهم ليه وليه الشرف والله أهلا الله فعملنا خمس سلع وحطونا سعر استرشادي مشجع على الناس تعملهم أول ما أخواننا المزارعين وهم ليهم حق لقوا سعر الرز حدي تاني قدم أكتر يا دكتور بصفرح راح مدي يقوله بس خلي بالكم أنا كنت بأخذ الرز ده بحطوه في التموين بحطوه فين في التموين طيب التموين بيمس كم حد يعرف هقول لكم سبعين مليون التموين اللي كم سبعين مليون فأنا لما كنت أخذ الرز ده بالسعر اللي أنا أعلنته المشجع اللي هو اعتبرته أنه هو يعني يشجع المزارعين على هم ما يزرعوا لما لقوا أنه فيه فرصة أحسن عمله يا دكتور راحهم بعوه لا بأس لا بأس جوه مصر حيوصل لآخر للناس بس حيوصل لناس سعره إيه غالي بقى ما أنا لو كنت بأخده وبيعه بسعر إيه مدع لكن لما حد تاني حيأخده هيبيعه بقى زي ما اشتراه يعني أنا كرجل في القطاع الخاص خدت كله الرز مثلا ووصل معي 17-18 زي ما اجيبه مش هبيعه بقى بنفس السعر ما أنا جيبته ليه أبيعه ب20 أبيعه ب21 زي ما أنا أقول ليا يا دكتور لكن إحنا كدولة لما بناخد ده هو الأمح لكم وكلكم بقول الانتاج في مصر ممكن يبقى 8-9-10 مليون طن خلي بقى لكم 10 مليون طن طيب أحد يقول لي أصرحنا في الريف عندنا بنخلي عندنا دقيق في البيت يعني قمح في البيت يعني عشان بنعمل شئة حاجات كده في المناسبات المختلفة طيب إحنا اللي خدناها لغادي لوقتي تلاتة ونص ولا تلاتة ونص مليون طن يعني فيه في البيت كم طن ستة ونص مليون ستة ونص مليون طن طيب هو المخابس بتاعة الدولة وبتاعة الناس على مستوى الدولة بالكامل بتبيع لمن للناس كلها لمين طيب أنا لما باخد الأمح ده أي مكان السعر اللي أنا خبته به هو أنا وبرضو بقول الكلمة دي عشان ما محدش يقول لي الله أنت بتتكلمه كأنك أنت صاحب الحكاية لا أنا بس مسؤول اللي معاكم لكن أنا من صاحب الحكاية ومحد الصاحب الحكاية إحنا صاحب الحكاية إحنا صاحب الحكاية بس خليني البحيرة أكبر أكبر محافظة زراعية مش كده أو اللي إيه عشان كده يعني بركت شوية في موضوع الأمح والرز والكلام ده